كيف تعرف أن التلميث علمي أو أدبي؟ أعطي الأستاذ لهذا التلميث اختباراً بسيطاً وسهلاً جداً. بقي التلميث يفكر كثيراً متردداً في الإجابة. بعض طول انتظر أجاب العبقري هكذا. ألبرت أينشتاين لم يفكر في هذه الإجابة أبداً في زمنه. والآن تأكدنا أن التلميث أدبي مئة بالمئة. دوركم أن أكتبوا الإجابة الصحيحة لكن دون الغشو النظري إلى التعليقات.